موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من أعرف عدوك لي هذا الأسبوع أدى معلقون وباحثون إسرائيليون تخوفهم من الهدوء السائد على جبهة الأراضي المحتلة حزب الله معتبرين أن تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي استبعدت أي حرب اليوم كانت قد استبعدت ذلك أيضا عام 2006 حتى أن يومها كانت استخبارات العدو متفائلة جدا واعتبرت أن الردع الإسرائيلي يومها في مقابل حزب الله فعال كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن تفاصيل جديدة لعملية تسلل خلف خطوط العدو نفذتها وحدة النخبة شرقي مدينة غزة خلال حرب العصف المأكول عام 2014 الضباب هو الإسم الذي حمله فيلم كتائب القسام عن عملية تسلل خلف خطوط العدو وقد عرضت حركة حماس للمرة الأولى مشاهدة حقيقية عن عملية أسر الجندي الصهيوني شاول أرون وعملية التسلل التي نفذتها وحدة النخبة عقب عملية الأسر التي وقعت في الخامس والعشرين من تموذ عام 2014 وفي التفاصيل التي نشرت على موقع القسام رصد مقاتلو الكتائب تجمعا لقوات العدو يتكون من ناقلات جند وعدد من الجنود شرقي منطقتين التفاح والدرج منوها إلى أنه قد جرى وضع خطة محكمة وتجهيز المجاهدين بالعتاد العسكرية المطلوبة بعد قضائهم أسبوعين كاملين داخل أحد أنصاق القسامية بانتظار الأوامر وفجر يوم الرابع والعشرين من تموذ من العام 2014 أصدرت قيادة الكتائب أوامرها لعناصر وحدة النخبة بالتحرك للهدف وجرى قطع مسافة كيلو ونصف تقريبا للوصول إليه وأفد الموقع أن المجموعة تسللت مع وجود الضباب الذي عم المنطقة خلف خطوط قوات العدو المتجمعة في محيط مسجد خديجة شرقي كتيبة التفاح وشرقي مدينة غزة حيث المكان الذي أسر منه الجندي أرون وفجأة وجد المجاهدون ثمانية جنود في حالة صبات ونوم عميق فبادرهم الشهيد أحمد الجماصي وإخوانه بإطلاق النار صوبهم من مسافة صفر وأجهزوا عليهم جميعا وعقب تنفيذ العملية وفي أثناء انسحاب مقاتلي القسام تقدمت آليتان صهيونيتان من نوع ميركافا فقام الجماصي باستهداف إحداها بقذيفة أر بي جي لتأمين انسحاب المجموعة من مكان العملية ما أدى إلى تدميرها ومقتل جندي وإصابة آخر وفي أثناء ذلك أصيب الشهيد برصاص العدو ما أدى إلى استشهاده وأفاد الموقع أنه فور انتهاء المعركة عثر على بقايا الدبابة المستهدفة ورشاش متوسط من نوع أفأن ماغ يحمل رقم ثلاثة وذلك دليل على تدمير الدبابة المستهدفة بشكل كامل وحيدا ومحاطا بكاميرات وسائل الأعلام عاد الطفل أحمد دوابشة إلى مقاعد الدراسة مع اتتاح السنة الدراسية الجديدة في الضفة الغربية والقطاع والقدس الشرقية المحتلة وللتذكير أن عائلة دوابشة تعرضت للحرق من قبل مستوطنين متطرفين في قرية دومة من محافظة نابلوس وقد توفي الراضية علي وعمره 18 شهرا وأصيب والديه وأخيه أحمد أربع سنوات وأمه بجروح خطيرة ثم توفي الجميع لاحقا وبقي أحمد تطلعوا شباب تطلعوا شباب تطلعوا عليك تطلعوا عليك تطلعوا شيئا تطلعوا jejق تطلعوا 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 تزعم جمعية لهافا أنها حركة تسعى إلى منع اختلاط بين شبان عرب وشابات يهوديات وهي الآن تدرب شبانا للاعتداء على الفلسطينيين نظمت حركة لهافا الإسرائيلية الإرهابية دورات لشبان في المستوطنات ينضوون تحت تنظيم شبيبة التلال الإرهابي الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن هذه الدورات تستمر كل واحدة منها لثلاثة أيام يبيت في خلالها الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و22 عاما في موقع الدورة جنوب جبل الخليل وقالت يديعوت أحرونوت إن شبيبة التلال يتدربون في البداية على ضرب وستادات وبعد ذلك يتدربون بشكل فعلي الواحد مقابل الآخر على اللكم والركل وإسقاط الخصم على الأرض وما إلى ذلك ويشمل جزء من الدورة التحدث بالعربية بحيث يزود رئيس المنظمة بنت سي جوبتشتاين مضامين الكلمات بالعربية التي ينبغي استخدامها وقال أحد المشاركين في الدورة إنهم يعلموننا كيف نتوجه إلى العربي الذي يخرج مع يهودية وأنا أعرف أن أقول له بالعربية أعطني رقم هاتف أختك والتوضيح له أن يوقف علاقته مع الشابة اليهودية ويرشد الناشط اليمني إتمار بن غفير وهو محامي شبيبة التلال على كيفية الصمود في خلال التحقيق لدى الشرطة وذلك بينما يرشد ناشط اليمني متطرف آخر نوام فيدرمان الشبان حول كيفية التعامل مع تحقيقات الشباك ويشير إلى أن التحقيقات في الشباك أصعب بكثير من التحقيقات لدى الشرطة واعتبر فيدرمان أن هذه الإرشادات هدفه عدم تمكن محققي الشباك من استخراج معلومات من المشتبهين بارتكاب جرائم إرهابية بحق الفلسطينيين مثل ما حدث مع مشتبه بارتكاب الجريمة الإرهابية بحق عائلة دوابشة في قرية دومة ضابط إسرائيلي سابق يتساءل أصبحنا أبطال العالم بالاحتلال هل هذا ما نريد أن نكون؟ انتقد قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش العدو الميجر جنرال جادي شامني القيادة السياسية بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية وقال إن ذلك يمنع الجيش من الاستعداد للتهديدات الحقيقية وفي مؤتمر عقد في المركز متعدد المجالات في هيرتزيليا لفت إلى أننا قد ارتقينا بالاحتلال إلى شكل من أشكال الفن مضيفا نحن أبطال العالم في الاحتلال وأنا أتساءل هل هذا هو ما نريد أن نكون؟ كل خطوة نتخذها يجب أن تنبع من هدف استراتيجي واحد الانفصال عن الفلسطينيين وقال شامني إن الجيش منشغل في السيطرة على السكان يصل عددهم إلى مليونين ونصف مليون مدني ما يصرف نظر الجيش عن وظيفته الأساسية وتابع يعاني الجيش الإسرائيلي من مشكلة في الاستعدادات للتهديدات التي يواجهها ويتم تشفيف أخلاقيات الجيش وقدراته وهو تحول إلى كيس لكم للسياسيين وفي خلال حديثه في حلقة إلى جانب جنرالات سابقين في جيش العدو أكد أن إسرائيل لن توافق أبدا على تسوية لا تلبي احتياجاتها الأمنية مشيرا إلى أن الحل المقبول الوحيد هو انفصال متفق عليه من الفلسطينيين والطريق نحو ضم غزة في إطار سلام إسرائيلي فلسطيني بعيد جدا ويعتمد على قبول حماس بشروط لن تكون مستعدة لقبولها في المستقبل المنظور لا يستبعد رئيس المساد السابق تامير باردو نشوب حرب أهلية في الأراضي المحتلة على خلفية الانقسام والتقاطب داخل فلسطين المحتلة وذلك على غرار ما يحدث في دول في المنطقة ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن باردو قوله إن التهديد الداخلي يجب أن يقلقنا أكثر من التهديد الخارجي وإذا تجاوز مجتمعا منقسما ثقفا معينا فإنه بإمكانك أن تصل إلى ظاهرة مثل حرب أهلية في الحالة المتطرفة والمسافات تتقلص وأخشى أننا نسير في هذا الاتجاه وردا على سؤال حول القضية الفلسطينية اعتبر باردو أن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو قال إنه ستكون بين النهر والبحر دولتين وهو على حق بحسب تعبيره محكمة استئناف أمريكية تلغي غرامة على السلطة الفلسطينية بملايين الدولارات محكمة استئناف فدرالية أمريكية في نيويورك قضت الأربعاء بإلغاء حكم سابق ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار رافضة بذلك دعوة رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و2004 وكانت محكمة فدرالية أمريكية أقل درجة قد قضت في شهر شباط من العام الماضي بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار في القضية المعروفة باسم قاضية سوكولوف نسبة إلى المدع الرئيسي في هذه القضية لكن فلسطين استئنفت ضد القرار في حينه وفي آب من العام الماضي قبلت المحكمة الأمريكية استئناف الجانب الفلسطيني ووفقا للقوانين الأمريكية كان يفترض إداع كامل مبلغ الغرامة المحكوم به إضافة إلى مطالبات بفوائد قيمتها 450 مليون دولار لدى المحكمة إلى حين البت في الاستئناف إلا أن المحكمة اكتفت بوديعة رمزية بعشرة ملايين دولار فقط يغذى بمليون دولار إضافي شهريا لمدة 12 شهرا وذلك بعد تلقيها مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من أن إلذام السلطة الوطنية بإداع كامل المبلغ أي حوالي مليار دولار قد يهدد بنهيارها ماليا فيما اعتبر في حينه مؤشرا على اتجاه المحكمة نحو الحكم لصالح الجانب الفلسطيني خمسة وعشرون صحفيا يقبعون في زرون الاحتلال سبعة منهم معتقلون إداريا وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى خمسة وعشرين سبعة منهم معتقلون إداريون وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن من بينهم طالب الإعلام في جامعة القدس مالك القاضي والمضرب عن الطعام تنديدا باعتقاله الإداري لليوم التاسع والأربعين على التوالي وهو محتجز في مستشوى ولفسون الإسرائيلي وحالته خطيرة وتعتقل إسرائيل كذلك السحفي نيضال أبو عكر الذي أعيد اعتقاله إداريا في التاسع من آب المنصر علما أنه كان قد أمضى ثلاثة عشر عاما في السجون الإسرائيلية بينها تسعة أعوام إدارية خاض فيها إضرابات فردية عن الطعام كما يعتقل الاحتلال السحفيين حسن الصفضي ومحمد حسن قدومي وعمر نزال وآخرين ويمدد أوامر الأتقال الإدارية الصادرة في حقهم تعسفيا إلى جانب ثمانية عشر سحفيا بين محكوم وموقوف وأقدمهم المعتقل محمود موسى عيسى المحكم عليه بالسجن المؤبد الذي مضى على اعتقاله إثنان وعشرون عاما رأى المفاتيش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ أن جميع الأبحاث في العالم من دون استثناء تثبت أن المهاجرين والشبان الأثيوبيين متورطون في الجريمة أكثر من غيرهم وأنه بطبيعة الحال فأن الشرطية الإسرائيلية يشتبه فيهم أكثر من أي شخص آخر معتبرا أنه من الطبيعي أن يشتبه أفراد الشرطة بشاب أثيوبي أكثر من أي شخص آخر هذه التصريحات أثارت صخطة وغضب الفلاشة أو الأثيوبيين الإسرائيليين وقد تظاهر نحو عشرة شبان إثيوبيين في تل أبيب مقابل مقر الشرطة الإسرائيلية مطالبين بوقف هذا اللقاء واستقالة الشيخ من منصبه ما دفع الشيخ إلى التراجع عن تصريحاته وتقديم اعتذاره في لقائه مع قادة اليهود الأثيوبيين مدعيا أنه لم يقصد المسى بأحد وإنما هدف إلى تعويم مشكلة من أجل الدفع بحلول متفق عليها وبحسب بيان صادر عن الشرطة فإن اللقاء كان قد تحدد قبل عدة أسابيع وكان الهدف منه لجم تدخل الشرطة وتقليص الجريمة في وسط الشبان الإثيوبيين التي تراجعت بنسبة 20% مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي وجاء أيضا في البيان أن الشيخ تعهد بإغلاق أكبر عدد من الملفات ضد الشبان الإثيوبيين في ألوية الشرطة كافة دمر انفجار صاروخا من طراز فالكون تسعة الذي تنتجه شركة سبيس أكس الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء خلال تجربة إطلاق اعتيادية في مركز قيادة القوات الجوية والفضائية الأمريكية في ولاية فلوريدا وكان يحمل قمر الاتصالات الإسرائيلية عموز 6 وقد هزى الانفجار المباني على بعد كيلومترات عدة وأرسل عمودا كثيفا من الدخان الأسود إلى السماء وأعلنت شركة سبيس أكس أنه لم تقع إصابات لكن خللا خلال اختبار الإطلاق الثابت أدى إلى خسارة الصاروخ وقمر الاتصالات الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يحمله إلى الفضاء مطلع الأسبوع المقبل ووصف رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية الانفجار بالحدث النادر وغير المألوف مضيفا لا تذكر إسرائيل خللا فنيا كهذا بشكل عام وفي منصات الإطلاق على وجه الخصوص حيث انفجر الصاروخ فيما كان القمر الصناعي منصوبا على مقدمته وهذا الحدث الخطير سيؤثر سلبا على قطاع الاتصالات الفضائية الإسرائيلية هذا فيما قدرت وسائل أعلام إسرائيلية الخسارة بـ 200 مليون دولار علما أن تجربة الإطلاق قد لا تعاد إلا بعد أعوام ويتضح أن فشل تجربة إطلاق القمر الصناعي عموس 9 ستة عفوا نتيجة انفجار صاروخ فالكون 9 سيكون له أبعاد على الصناعات الفضائية الإسرائيلية وشركات اتصال إسرائيلية ومشاريع إسرائيلية ومشاريع أخرى بالاتفاق مع الفيسبوك كما يتضح أن الانفجار يعني تدمير نحو 5.2 تون من الهايتك الإسرائيلي وفقدان أكثر من 195 مليون دولار وجهود أربع سنوات في تطويره ورغم أن إسرائيل تحب المفاخرة بأنها إحدى الدول القادرة على إنتاج أقمر صناعية وإطلاقها إلى الفضاء بواسطة منصة الإطلاق شبيت من مركز التجارب الصاروخية التي يفعلها السلاح الجو في قاعدة بل محيم إلا أنه على أرض الواقع لا تزال بعيدة عن أن تكون مستقلة ونبقى الآن مع مجموعة من الصور الكاريكاتورية التي تعبر عن أحداث هذا الأسبوع بريشة رسام الكاريكاتوري الفلسطيني محمد سبعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختم حلقتنا من أعرف عدوك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر